السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي نقدم لكم اليوم بيض بالشوفان مقاديره سهلة جدا جدا نجهز بيضتين ملعقة من الجزر المبشور والفطر المقطع والزيتون المقطع بالإضافة إلى ملعقتين من الشوفان وربع كوب ماء نضع الشوفان في وعاء صغير ثم نضيف له الماء بالتدريج ونبدأ بخلطه جيدا حتى يتجانس مع الماء نستمر بالخلط ثم نضيف ملعقة صغيرة من حبة البركة نصف ملعقة من الملح ونخلطها بعد ذلك نضيف القليل من الكمون حسب الرغبة نخلط المكونات جيدا ثم نضع البيض الأولى والثانية ونخلط المكونات جيدا نضع الخضار المقطع على المزيج ونخلطه جيدا ثم نقوم بتجهيز مقلات نضع فيها القليل من زبدة جوز الهند ونقوم بصنع أقراص من هذا المزيج نقوم بتشكيلها بهذه الطريقة على نار متوسطة بعد أن تنضج قليلا نقوم بتقليبها على الوجه الآخر بهذه الطريقة وهكذا حتى ينتهي مقدار المزيج كله لدينا نضع الأقراص الواحدة فوق الأخرى يا رائع جدا ثم نقوم بتقطيعها هذا شكل القرص الأول نقطعها هكذا ونتناولها مع الشاي طعمها لذيذ جدا وهي صحية جدا أنصحكم بتجربتها فعلا شكرا لكم أحبتي لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو إلى اللقاء